نعمل مع بعض الرز الابيض هنا حطيت معلقة سمنة وعليها زيب ممكن تكتفي بالزيت بس 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 سمنة بيدي له طعم حلو قوي هنا الرز ده مخصول مبنعوش بخسله بس وصفيه على طول هنزل بنص الرز مش هنزل بكل وهقلت فيه لحد دمائي ينشف شوية مش هياخد لوم هيبقى ابيض هيبقى لوم بتاعه ابيض شوية بس مش هسيبه يغمق هنضل اقلب شوية وبعد كده هنزل بالجزء التاني علي الحركة دي ليه عشان ما يعجنش منه ما تنزلي بنص الرز الاول بيبقى عمد زي الشعرية كده تفصل بين الحبة دي والحبة دي فما يعجنش معاك هنا هو خلاص كده هشوفوا هنا اللون اتغير شوية و اه لو سمعين فوت الخلخشة التاعات هنزل بقى بقيت الكمية عليه و اقلبهم خوية و هبا لقلب خوية لحد دمائي يفكر من بعض رزه هه كده خلاص قلبته لحد دمما فتك من بعضين هنزل بقى عليه بالشربة هنا الشربة لازم تغسل الرز شوية يعني بقى هامل هنزل بقيته حط الرز ههقلب تقلقه بعد ما حاكوت كشتين يطلق بعد ما حاكوت كشتين و صورة شوفوا هنا الرز لسه باين لازم يكون الشربة مغطية الرز زي الرز المصري اللي عملنا قبل كده هنا كده خلاص كده الرز الشربة تمام هدوق بقى الشربة شوف لو الرز محتاج ملحة ولا لأ لازم يكون شربة الرز بقى سنة عن الرز العادي عن طعم العادي من التكليل كده خلاص كده هو بيرلي اغبت عليه واقوبت على اقل حاجة وبازبط للساعة بالزبط تلت ساعة تلت ساعة هيعدي منها عشر دقايق ارفع الغطة شوف محتاج رز محتاج شربة ولا لأ مش محتاج خلاص بغطي عليه واسيبه محتاج بزود له كبشة شربة وهوريكم برضو حوانا بعمل هنا الرز زي و بعد عشر دقايق عاريت عليه هعمل ايه هنزل بشوط شربة كده سمعت صوت الطاشة دي يبقى محتاج الكبشة بحلام ما سمعتش السوت يبقى هو غطيت خلاص ها شوفو هوا المشور بنزل كده هو محتاج شوية صغيرين ما بحطش كتير وقلب وغطي تاني يكمل عشر دقايق التانية اه شوفوا انا خلاص استوى وطفيت عليه اه شوفوا اه مش معجن ولا حاجة اه مفلفل وان شاء الله تجربوه يعجبكم وتابعوني على الطمد اه شوفوا اعجابي ها شوفوا بحرات ان نازم